أول فقراتنا النهاردة هتكون مع فقرة تغزية وليس كنت بقول لكم أنه النظام الغذائي في رمضان وبعد رمضان في العيد بيبقى مختلف عن بقية السنة كلها فده أكيد بيعمل لخبطة في المعدة وفي القولون وفي الجاز الهضمي عموما إزاي نقدر نتفاعل بقى مع التغيرات دي وإزاي نعديل في مرحلة دي بأمان وسلام دكتور شافهي أبو سكين ستشاري التغزية العلاجية وأستاذ طب الأطفال معنا نهاردة أهلا وسهلا يا دكتور أهلا وسهلا يا دكتور دلوقتي نعمل إيه عشان نعدي فعلا الفترة دي بسلام إحنا الأول بنعمل إيه نعمل كثير نعرضنا على نهاية رمضان دخلين على العيد كل سنة من الطيبين والسادة المشاهدين حدركة بألف خير اللي احنا بنعمله دلوقتي هو صح أو غلط بنعمل إيه بنأكل إزاي مرتبين حنا في رمضان إزاي فالمسألة بتختلف يعني إحنا عندنا الحياة بعض الثقافات غلط في الأكل في رمضان يعني إحنا لما حتى بنيجي بنستعد لشهر رمضان بنستعد له من أجهز الأكل وتخزين الأكل أيوه برضو مفهوم خاطئ إحنا المفروض أن إحنا في رمضان بنقلل وفي نفس الوقت المفروض نطلع منه كاسبانين خسارة في الوزن يعني الناس اللي هي كان وزنها زيادة بتبقى قلت شوية الناس اللي هي كانت بتشتكي من مشاكل صحية في مادتها بدأت تتحسن لأن من الحاجات الخفية اللي ما نعرفهاش عن الصيام أو كتير ما نعرفهاش عن الصيام أنه الجسم بيتخلص فيه من حاجات موجودة على مدار السنة كلها الشهر ده سبحان الله ربنا بيخلصنا من كل المدار الموجودة في الجسم يعني إيه ثموم يعني حاجات مش عايزين نقول ثموم بس هي حاجات زي إذا كان إحنا بعض الفطار بندب كنافة ومزووسة ولحمة بس في فترة إحنا سايبنها حوالي 16 ساعة ما بناخدش فيها حاجة الجسم بيبدأ يعني مش عايزة أقول تعبير بينظف نفسه بيتخلص من حاجات موجودة كيميكال على أورجانيك حاجات موجودة في الجسم بيحاول الجسم قدر ومستطاع في الشهر ده يتخلص منه ولذلك تلاقي الناس اللي هي عندها مشاكل صحية لو التزم بنظام غذائي معين في رمضان في آخر رمضان تلاقيها صحيح جدا الناس اللي هي بتعمل حميات واللي بيعملوا ريجيم وبيعملوا دايت بتلاقيهم في آخر رمضان المفروض لو مشوا صح هيبقوا فقدوا كتير من وزنهم الناس اللي عايزة تدخل بتاكل إيه وإمتى تلاقيها في آخر رمضان وزنها زيادة فعلا يعني طيب بالنسبة للسيجنالز الكتير اللي بتحصل في جسمنا بالنسبة للجهازنا الهضمي الفترة بتاعت السيوم وبعدها سيجنالز مختلفة عن بقية السنة يعني خلاص انت الجسم حضرتك بيبقى واخد على نظام معين طول السنة بتسحى تاخد الشاي باللبن وتفتر ومش عارفة فجأة بتصوم 16 ساعة فجأة بيجي العيد بتدب بقى كحك وبسكوت ومش عارفة إيه يعني المعدة بقى تعاملها مع الموضوع داستي أجاز ما عايزة أقول لحضرتك حاجة هو برضو فطرة رمضان لو إحنا ماشيين هبهازرد وعشوائي حنبقى مش مزبوطين مش هتفرق كتير العيد من شهر رمضان يعني في رمضان أنا بشوف الناس بتيجي على الفطار بتهجم على الأكل وده 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 حاجة خطأ مش صح يعني آه إحنا بديبقى طول اليوم اللي جعان والعطشان والمجهد وإلي وإلي فلما يجي على الأكل يعمل إيه إحنا بنصوم 16 ساعة تقريبا 16 ساعة دول فيهم المعدة وقفة عن العمل خلاص هي خلصت اللي فيها في 3-4 ساعات الأولادين ما عادش فيها أكل حصل امتصاص وراح لسكته في كل مكان في الجسم والمعدة بالفعل فاضية إيه اللي موجود في المعدة؟ أحماض ومواد هضمة وفي نفس الوقت التمثيل الغذائي بتاع الجسم قليل ما هواش سريع يعني يكون المعدة فيها أكل فإحنا عندنا المعدة واخد فترة راحة 16 ساعة جينا وصلنا للمغرب وحنفتر نفتر إزاي ونعمل إيه؟ ففيه ناس الحقيقة وده فكر خاطئ جدا بتبدأ على الأكل بهجوم بكمياته بأي طريقة وأي أكل من النتيجة الحتمية أنه لازم يحصل خمول وتخمة يبقى الواحد يأكل وعايز مش قادر يقوم من مكانه عايز ينام لأنا أنا بديت لحق بالزبط بالزبط دا سمة اللعام النهارة استنيذي استنيذي كل الناس عند دا خمول بالزبط لأن أنا شاب هالك بحد كان نايم وصحناه من النوم عشان يعمل مجهود جامد بفور عالي كده اجري أعمل مجهود اطلع على تريد ميل كان نايم هيشتغل ازاي؟ من المؤكد أنه مش هيقدي صح وهيبقى فيها عواقب وخيمة هي المعدة كده المعدة عندها 16 ساعة كانت شغالة فيهم ببط أو مش شغالة كل اللي فيها شوية إفرازات حمضية أو مواد هضمة وعدين أنا باجي بديها كمية أكل غير عادية أحيانا بتقف لو معدة بردانة يعني متعرضة لبرد متعرضة للمكيف متعرضة لمروحة مش هتشتغل هتقف وهيحصل تخمر وهيحصل اللي بنسميه تلبك معوي فعلا؟ وده بيحصل ما احنا بنحط احنا بنقول ليه لو متعرضة لبرد ما بتشتغلش؟ عشان المعدة لما بتبرد بتقف عن الشغل تقف عن ايه ده؟ طبيعاً بتقف عن الشغل وإحنا في الشغل بتاعها إيه؟ الإفرازات والحركة الرحوية بتاعتها فهي لو بردانة مش هتقدي عملها وانا بحط فيها هي مكان بحط فيه الكربوهيدريت والبروتين والنشويات والسكريات وكل حاجة على بعضها كل حاجة لها أكشن مختلفة عن التاني ولها طريقة حضم ولها طريقة حضم مختلفة عن التاني فلما بحط الحاجات دي كلها على بعضها والمعدة واقفة من المؤكد بيحصل تخمر هو ده التلبك المعوي ولذلك الناس تأكل تقول لك أنا حصل لي بعدها بساعتين ثلاثة مش عارف مغس حصل لي إيه ده بعض الناس أنا رجعت حس بالأكل هو ده التعبير والمفهوم الخاطئ لأن احنا هجمنا على الأكل اللي بيحصل المفروض المعدة اللي هي احنا بنصحي نايم إزاي بنراحة بهدوق برف ونزحي ويخش يخسل وشه ويعمل يفوق يبدأ يتحرك يتحرك شوية 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 يبدأ ياخد الموت بتاعه يبدأ ياخد الطبيعة بتاعته ويتحرك ويعمل كل المعدة نفس الحكاية المعدة احنا زي ما بقولك كنا عندنا 16 ساعة صايا منهم وبدأين حنا ناكل إزاي وناكل إيه نبدأ الأول بحاجات دافية طبق الشربة ده الصح غير الناس اللي هي بتبدأ بكباية المياه الباردة قد كده لو أخذ طبق الشربة أو نصه أو ربعه شوية حاجة دافية حتى فيه أنواع من الكشاف بتتعامل سخنة ياخد شوية حاجة دافية ونبهت بس كذي ينبه المعدة أولا بقلل الأسيدة أو الحموضة اللي موجودة في المعدة لأنها فيها كمية إفرازات على مدار الفترة الطويلة اللي صامتها يعني مش كويسة حط لامون إنه حط لامون لا هو مش حيفيد إحنا عندنا أسيدة في المعدة مالية الدنيا لكن لو هيحسن الطعم هو مش هيضر وبردو مش هيزاود الأسيدة دي يعني ما هو شرب لكن إحنا بنقول لو شوية حاجة دافين كم معلاءة حتى من الشربة في الأول بدأنا النشرة المعدة وبدأت تشتغل نديها بعد كده حاجات إحنا على مدار بردو 16 ساعة لحنا زي منهم نقصت السكريات في جسمنا فبناخد محلول سكري أي حاجة بقى عصاير بلح خشاف حاجات اللي موجودة شوية كمان وبعد كده عشان أشرب في الوقت دا بقى شربت أشربت مياه ساعة أو سخنا مش هتفرق فأنا أخدت السوايل والحاجات اللي أنا محتاجها بعد فترة سيام طويلة وخليت المعدة اشتغلت على مهلها وانتظرت أو ما أصلي مش هنقول مثلا ساعات طويلة من بعد الأزان خدت الحاجات ديت أقوم بس أصلي المغرب حتى لو في البيت يبقى أنا الديت جاب على الأقل لعشرين دقيقة أقل لحاجة عشرين دقيقة وبعد كده أرجع أكل حاكل إيه دي بقى من شخص للتاني برضو قدر المستطاع كمية قليلة مش كبيرة وعلى فترات يعني ممكن يأخد الفتر بتاعه على مرتين لو هو حد من الناس اللي بتتعب من الأكل الكتير يأخد فتره على مرتين يعني ما بين الفتر للصحور أكل ثلاث مرات والأربع مرات لكن كميات قليلة وحنا بقى تقريبا عدينا المرحلة دي يعني خلاص خلصنا المرحلة احنا داخلين بقى على مرحلة العن انا بقول على الايديال في الفترة اللي فاتت المفروض ان احنا ماشيين عليه اه ده نتعز منه بقى سنة جاية لكن احنا داخلين بقى على مرحلة العينة والفترة اللي جاي مهودة بيترتب عليه الفترة اللي جاي كمان ايوة احنا بقى لنا 30 يوم بنقى بقى بنظام معين وفيه 16 ساعة سيوم نعمل ايه بقى وحنا داخلين على نرجع للتايل القديم وكمان بقى أكل تقيد اللي كنا عايزين نعمله المفروض مع المعدة من بداية الكام وعشرين يوم اللي احنا صمناهم لغاية النهاردة المفروض بنعمله استعدادا للعيد لأن العيد بيبقى فيه برضو أنواع العيد ده بالذات أنواع من الأكلات دا سيما زيادة عن اللزوم الكحك والبسكويت والغريبة والبتيفور والحاجات دي الحاجة الوحدة منها وجبة ايوة فيها دهون فيها دهون وفيها سكريات وفيها نشويات يعني حاجات صعبة للغاية وخصوصا الناس اللي هي يعني ما هيش مستعدة انها تستقبل الحاجات دي زي الناس اللي عندها أمراض قلب ضغط الدم سكر حاجات من كده ربنا يشفي الجميع فالمفروض انها بتحاسب قوي في الأكل تحاسب احنا عندنا معدك برضو كانت صعيمة بقى شهر مش 16 ساعة 16 ساعة لمدة شهر دا فبرضو التعامل معها لازم يكون برفقة مش حينفع أبدا ان انا أجهدها زيادة عن اللزوم بالكيميار مش هتقدر تقوم بيها وحيحصل بقى حاجات تانية مشاكل تانية هضمية هي مش مستعدة انها تستقبل أكل صعب بالشكل دا شهر فات هي المعدة عضلة هي والقولون يعني العضلة دي بتنام فعلا ولا ايه المعدة جزء عضلي من الجسم جزء عضلي له حركة معينة بيتحرك بشكل معين عشان يهدم الأكل اللي جواه ولو فيه خلايا غدادية الخلايا دي بتفرز مواد انزيمات وهرمونات ومواد هضبة الحاجات دي لازم تكون المعدة على أتم استعداد وجهزة وصحيحة عشان تعملها لعما اصلا المعدة ما هياش جراب بحط فيه الأكل وبيعدي ناحية تانية لأ دا هي اللي بتهيأه لبقية الجسم عشان يمتصه المعدة بتستقبل الأكل من المري وبعدين بيتحط فيها وتبدأ تتحرك عليه وتصب عليه المواد الهضمة بتاعتها كلها لغاية ما يبقى في صورة مستحلة بحاجة يعني سهلة لامتصاص يعدي على الأمعاء سواء الغليزة أو الرفيعة بيبدأ ينتص من الاتنين لغاية أما الجسم يستفيد منه فطبعا إحنا لما تكون المعدة مضبوطة هتقدي عملها مضبوط لما احنا ادينا حد بالضبط لما ندي للمعدة حاجة فوق طقتها زي ما نكون حملنا حد أو شيلنا حد حملة ما هوش قادر يقوم به ومش قادر يمشي به حاجة فوق طقته أو حينام زي ما بنضرب الحصان وهو طلع مطلع بالكرباك حينام مكانه المعدة هي أصلاً سايمة لمدة شهر كل يوم 16 ساعة وفي نفس الوقت زي ما بيقول كده بتتلكك يعني حد تعبان له فترة طويلة فلما أجي أخليه يشتغل أشغله برفقة طب نأكل إيه بقى يعني نعمل إيه في العيد إحنا مش حنمنع والناس اللي عندها سكر إحنا مش حنمنع الناس إنها تاكل لكن في ناس حقها تاكل ومش هيصليها حاجة وناس تانية لازم تاكل بحساب عشان ما تتعبش بس هو أكيد الكتره كله هيحصل لنا ما هو على حسب إحنا بنقول الناس اللي هي عندها مشاكل صحية وحاجات من كده تاكل بحساب تاكل بحيس مش بعد ما تخلص بكم ساعة تبقى محتاجة إنها تروح للدكتور الناس اللي عندها سكر تعرف إن الحاجات دي بترفع السكر جدا الحاجات العيد كلها بالكامل بترفع السكر جدا الناس اللي هي برضو عندها ضغط دم وعندها حاجات للقلب ودهون ثلاثية عالية الكوليسترول لازم يعملوا حساب إن الحاجات دي بترفع الحساب ده قد إيه يعني يا دكتور تاكل يعني يعني هنقول في بعض الناس حساب عن حساب يفرق انت عارب طبع فيه ناس المفروض تدوء بس يعني المفروض إن فيه ناس تدوء بس وفيه ناس تاكل برضو تام الحساب أنا ما أستطيع تربك معه لأن السكريات من الحاجات اللي بتعمل تخمر لأ لمرة ده السكر يعني الحساب بايب كمية قليلة قوي يعني لو هاخد اللي عنده سكر كحكاية مثلا بسكوتاية واحدة ولا تنين في اليوم ولا في إمتى في المرة أصلاحنا هنأكله على مدار اليوم طول اليوم إحنا فيه عندنا واجبات تانية لكن الحاجات دي بتبتاكل في الفطار أو في نص اليوم فبيأكل بحساب جدا الكحك من الحاجات اللي فيه سامنا سامنا عالية جدا دي دهون وفيه سكر وفيه الدقيق نشويات ففيه ثلاث حاجات دول من الحاجات اللي هي محتاجة حرق عالي جدا إحنا طبعا 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 إما رمضان ولا حرق ولا هنتحرك ولا هنأمل رياضة إيه سبب يا دكتور يعني الناس كتير المفروض المفروض اللي احنا في رمضان بيكون الوزن بيقل لكن الحقيقة للناس معظم المصريين بيطلعوا من رمضان والعيد وزنهم زايد بس هو الحقيقة برضو اللي ماشي صح وزنه بيقل اللي ماشي على اللي احنا قلناه ده فعلا وزنه بيقل الناس اللي وزنها بيزيد هي اللي بتظلم نفسها بيبقى السبب بقل بتظلم نفسها في طريقة الأكل بييجي على الحاجات اللي هي من شأنها احنا بتزود الوزن وبيبدأ بيها ويأكل منها كميات ويقررها في الأكل تاني ويجي فيها اللي هي ايه بقى كل النشويات كل السكريات كل الحاجات اللي فيها دهول الحاجات المحمرة حاجات اللي هي صعبة الهضم جدا دي كلها دي من شأنها احنا بتزود الوزن اما ياخد في الفطار بلح او خشاف او عصير بأنواعها كلها معاملة بالسكر كل دي سكريات محتاجة صعرات حرارية عالية جدا محتاجة حاجات تحرقها ما بنحرقش ده بيأكل وينام او بيأكل احنا بقينا بالليل وخلي بالك الفترة اللي احنا من الفطار لما لغاية الصحور الفترة دي التمثيل الغذائي للجسم خمسين في المية بس يعني مش زي بالنهار احنا لما بنأكل بالنهار بعد سعتين ثلاثة لنفسك جعانة فعلا ايه سبب؟ حركت عشان التمثيل الغذائي بالنهار بيبقى في قمته احنا بالليل بيقل لخمسين في المية الليل نوم ايه بالنهار ما بنتحركش مبروش فطبيعي طبيعة الجسم من التمثيل الغذائي بيقل لخمسين في المية بيقل لخمسين في المية احنا بناخد كميات ده زي زي الزرع يعني زي الشجرة زي زرع زي الزرع بنعمل كده وفي نفس الوقت بندي للجسم بكمية سعرات حرارية هيعمل فيها ايه هيخزنها تحت الجلد ازا جليكوجن اللي هو بيتفخن وبيزود اه بيزود وزنن ايه فاحنا احنا اللي بنتعامل غلط فاذا كان على مدار الشهر ماشي منتظمين هتبقى الدنيا كويس طب اللي عمل كده وحصل بقى اللي حصل يعمل ايه بقى بعد العيد يعمل حسابه في العيد يعني يعني بعد العيد بقى يعمل ايه بعد العيد يعني حضرك قولينا نظام بيزائي كده بقى للناس اللي زادت وزنها زاد وزنها هيبدأ نظام هيبدأ نظام مش هنقول دايت هيبقى يبدأ نظام هنتسميه لايف ستايل مش عايزين نقول قولينا بقى لايف ستايل كده للناس بتنزعيك بانهم الصبح حنفطر حنفطر حاجات خفيفة ما هياش صعبة ومش منشأناها بقى يعني اصل الكعك ده بيستنى معنا شهر بعد العيد فمش كل يوم حيفطر كعك وبسكويت ويشرب معاه مش عارف ايه والحاجات اللي هي حدريك والله متفائل ده اللي بيقعد شهر فين اللي بيقعد شهر الناز بتخلصه في كام يوم ده فينس خلصته قريد يعني مش عايزة تكلم هيجيبه تاني وانا هيخلصه جمسة اللي لست موجود فبياخد حاجات بقى الفطار التبعية اللي هي الجبن والحاجات اللي منشأناها حط خضار خضار ملون في أكلنا ده هيقلل وده المفروض اللي احنا ما قلناهوش في البداية مع وجبة الفطار ووجبة الصحور لازم الخضار الخضار دي هي مضادات الأجساد ايه مضادات احنا طبعا طول شهر رمضان بناكل أكل متأكسد 100% أكل متأكسد تتحمر واستنى المغرب لما أزن جهزنا واستنينا للصحور لما أجه كل أكل اتأكسد طلع حاجات خطر طلع حاجات برضو مش عايزين نقول سمى عشان ما نخليش هي طبعا تصل لمرحلة السموم اسمها الشوارد الحرة الشوارد الحرة دي مسببات كل الأمراض يا سيدر ده حقيقي دي بتبقى في الحاجات المقلية بيسموها الأشرار بيسموها الأشرار الأشرار والمقابل بتاحها مضادات الأكسدة بيسموها الأخيار الله بصي خير والشار اه بالزبط يعني الحاجات اللي مضادات الأكسدة دي بتبقى في حاجات المقلية بالزيت ولا فيه لا مضادات الأكسدة حاجات طبعية سوري المتأكسدة ما أنا حاول لحضرتك كل أكل إحنا بنعمله نركينه بيتأكسد لو جبتي فاكهة وطعطيها نستين وسبتيها بتسمر هي دي الأكسدة لو جبتي أكل حمرتيه ولكنتها عبارة ما يتقدم لونه بيغمأ هي دي الأكسدة هي الأكسدة في حد ذاتها مضرة؟ لا هي إيه الأكسدة؟ الأكسدة هي اتحاد المادة بالأكسجين فاتحاد المادة بالأكسجين مش هيضر لكن ما يترتب عليه هو المضر هو إيه؟ نواتج الأكسدة هي الشوارد الحرة أو الأشرار زي ما بنسميها الشوارد الحرة دي مسببات كل الأمراض في الجسم بلا استثناء قولي لي أي مرة حقوليك آه من ضمن المسببات فإحنا ربنا سبحانه وتعالى لازم يعني إحنا إحنا ماشيين مش كل الناس عارفة الكلام ده فماشيين بتسهيل ربنا فربنا بيحطنا في الأكل اللي بناكله حاجات تعدل بالظبط تعدل الشغل بتاع الأشرار أو الشوارد الحرة ده هي إيه؟ هي مضادات الأكسدة بناخدها بشكل ما احنا مش مركزين يعني مش متوقعين ومش حسبينها اللي هي في إيه؟ الخضار والفاكهة؟ من الخضار كل خضار لونه فائع الجرجير والقوطة والخيار والفلفل الألوان كل ده من الخضار طيب من الفواكه كل الحمديات برتقان اللامون يعني لو جبت اللامونة وعصرتها على الحاجة اللي انت بتاكلها دي مضادات أكسدة ممتازة هي القوي طيب من الحاجات اللي جاي من البحر كل الأسماك وأنواعها بيسموها الرقويات يا سلام من المسأليات المكسرات بأنواعها أقلها بلاش المكسرات عشان غالية أقلها البتاع النتس ده الفل السوداني لو من إيه كمان من الحاجات اللي بنشربها على مدار يومنا الشاي والقهوة من أحسن مضادات الأكسدة من أحسن مضادات الأكسدة أصلي اختلفت الأقوال على الشاي والقهوة والحاجات دي الناس برضو كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب ما هو مشربش عشرين كبيرة شاي وقول مش حضر خمس فنجين قهوة لواحد تعبان ضغطه عالي وعنده القلب وقول مش حضر لا حيدرني لكن مسموح مرة قهوة مش حتضر أبدا ولا اعتمد المشاكل وشاي لغاية تسع كبيات في اليوم لكن شاكله ازاي عشان الناس ما تقولش ان احنا بنقول معلومات نفسها ازاي شاي خفيف ومش مركول يعني ما تعملش لغاية ما اشتئيل ايو ايو لان انا ما شوف ناس بتشرب الشاي اللونه اسود الشاي الصعيدي ده اذا ما كانش مغلي كذا ما ده خطر لكن شاي خفيف ومعمول بسكر معقول عندي يعني على مدار اليوم لغاية تسع كبيات وده مفيد جدا ده من اهم مضادات الأكساد سواء بقى على الناس اللي هتسألني شاي احمر ولا شاي اخضر هو الشاي كله شاي والله هو فيه مادة تي ما سواء الشاي الاخضر صحي اكتر او لا ما هو صحي للناس اللي بتعمل ضايت اوكي الناس اللي ماشية على نظر عشان بيعمل ايه لغاكشن في التمثيل الغذائي لكن احنا لو جينا على الشاي عموما من مضادات الأكسادة القوية تمام لماذا دخلناش بيها انا باشكر حارجي الدين دكتور شافحي ابو سكين وسستب الاطفال واستشاري التغذية العلاجية ونهارك سعيد وعيد سعيد كل سنهارك طيب بس يوم توسح السلامة شوفك على خير ان شاء الله فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكو راجعين بس بعد الفاصل شكرا